رحمة الله وبركاته اتفاق المشبوح في الغرف المغلقة والضحية جمهور الزمالك ده الاتفاق اللي كان بيتم خلال اللحظات الماضية هنقول لكم على كل اللي دار في الساعات القليلة الماضية من ان الزمالك كان هيلعب السوبر بعد كده الزمالك رجع في كلامه بعد ما قاعدوا في الغرفة واعلنوا خلاص ان الزمالك هيلعب بعد كده قرروا ان الزمالك لا مش هيلعب بعد كده في بيان نازل من الربطة وكل الكلام ده وأحمد سالم يوضح سبب اعتبروا أن عدم لعب الزمالك انسحاب زي ما هقولكو دلوقتي نبتدي أول حاجة ببيان الزمالك علشان نعرف ايه اللي دار فيه بيقولك تؤكد دارة النادي أنها تعلم جيدا أنا جماهير الزمالك العظيمة دوما تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق قرة القدم كما تعلم أنا المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعرها على مدى أكثر من قرن من الزمان إلا أن ظروفا قهرية ظروفا قهرية خلي بالكو كلمة ظروفا قهرية دي هي أساس كل شيء تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري والمقرر إقامتها نظر الغياب مبدأ تكافأ الفرص الذي ترسي قواعد ومبادئ قرة القدم أولا الزمالك كان خلاص هيلعب علن لعبه خلاص وجهز اللعيبة وقال لهم يدخلوا المعصقر بعد اجتماع الوزير الزمالك يخطر اللعيبة بالدخول في معصقر مغلق استعدادا لمباراة الأهلي أختر مسؤول نادي الزمالك الجهاز الفني للفريق بقيادة جوزي جميز واللعبين بدخول في معصقر مغلق عقب انتهاء تدريبات الفريق تحسبا لإقامة مباراة القمة المنتظرة أمام الزمالك وأكد المصدر أنه أختر اللعبين بدخول في معصقر مغلق عقب مران اليوم تحسبا لإقامة مباراة القمة في ظل الاجتماع المقام مع أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة على أن يتم حسم الأمر النهائي وفقا لقرار مجلس الإدارة أكد المصدر أيضا أن الجهاز الإداري للزمالك أرسل رسالة للعبين بالانتظام في معصقر مغلق عقب مرانهم المقرر له في السادسة والنصف على ملعب النادي ويأتي ذلك تحسبا لصدور قرار من مجلس الزمالك بالتراجع عن قرار عدم خوض المباراة القمة المقبلة أمام الأهلي ليه؟ ده نتيجة للاجتماع اللي كان مع أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة وكان حسين لبيب وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية لمناقشة تطورات موقف الأبيض من عدم استكمال مزابقة الدوري المصري الممتاز أولا كان هيلعب المباراة وبعد المباراة نظرا لديق الوقت كان هتتم إقالة عامر حسين وكان هيتم إقالة بريرة ولجنة الحكام وكان هيتم تعديل الجدول وينزل جدول الدوري معدل قبل مباراة القمة كل طلبات دي هو اللي كان طالبها الزمالك طيب إيه اللي حصل بعد كده اللي حصل بعد كده إني الأهل يعرف قالك لو الحاجات دي تعملت وتوضب وتعدل الجدول انا مش لاعب المباراة انا مش لاعب المباراة ده النادي الاهلي اللي جابوه نادي الزمالك وقالو لك ايه ان النادي الزمالك ونادي الاهلي اخوات لا اهو بعد ما اتفقوا على حل راح النادي الاهلي قالك انا مش لاعب المباراة بس فعلشان الوزير اه ما يقدرش على زعل الخطيب واحمد دياب طبعا والربطة كلها والاتحاد وكل المنظومة ما تقدرش على زعل الاهلي قالوا لك ايه تكتب في البيان بتاعك اسباب قهرية اسباب القهرية دي ما تؤديش الى عقوبات كبيرة اسباب القهرية دي ما تؤديش الى انك تنزل لدور تاني او غيره او غيره بس في نفس الوقت ايه هتاخد عقوبات وتنسحب من المتش وبعد المباراة اللي انت هتنسحب منها نعمل ايه نبقى نعملك اللي انت عايزه المهم الاهلي ياخد التلات نقاط فالربطة نزلت بيان اني نادي الزمالك منسحب من المباراة على طول ما فيش ما سابوش لحظة واحدة علشان الزمالك حتى يفكر والنادي الاهلي خد البيان ونزل برضو قال اني احنا فايزين بالتلات نقاط ليه علشان نادي الزمالك انسحب هو ده اللي تم في الغرف المغلقة وطلع لك احمد سالم يوضح سبب انسحاب الزمالك من لقاء الاهلي وموقفه من مباراة الدوري المتقب المباراة التانية الواحد مش عارف يقوليه لاني فعلا الخبر نزل على الواحد كالساقة ما كناش نتخيل ابدا اني ده يحصل مع نادي الزمالك منسحب يعني انت انسحبت احنا بنقول مفيش انسحاب انسحب من مباراة الاهلي عشان ياخدوا التلات نقاط وبعدين تلعب بقى مباراة الدوري وبعد كده يعملو لك اللي هم عايزينه طب ليه 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 رضيت بكده ليه رضي بكده ده اسمه تدليس ده اسمه تواطق حسين اللبيب بتواطق بطريقة ما مع الخطيب علشان يهدلهم التلات نقاط والكل عارف ان النادي الاهلي فيه غيابات كتير وفيه اصابات كتير اللي كنا روحنا لعبنا وكملنا ومطالبنا كانت هدي تجاب لكن الاهلي قالت طالما انتوا هتحقق ومطالب الزمالك انا منسحب من المباراة فازاي بقى الخطيب اللي الوزير راح له ساعة مباراة الجونة علشان يلعب الجونة راح له بيته وقال له لا مش هلعب الجونة شفت وصلت ليه لما نشوف احمد سالم بتاعنا بيقول ايه بها قال احمد سالم في تصرحاته مطالبنا كما هي في البان الاول بعد المباراة المصر ولم تتحقق المطالب وبناء عليه لن نخد مباراة القم ماشي كانت هناك جلسة مغلقة مع وزير الشباب ورياضة وهذه الثاني جلسة وليست الأولى كل ما حدث ان المطالب لم تتحقق ولم يتم الموافقة على مطالب نادي الزمالك بالكامل وسؤاله ماذا على احد العقوبات التي من الممكن ان تتوقف ضد الزمالك اجاب لكن لكل حدث حديث عندما انا تخطى هذه الفترة سنعلن عن مواقف الزمالك فيما هو قادم بس كده احنا الجمهور الزمالك اللي خد على افايا عايز يعرف ايه اللي حصل بالزبط نادي متواطئ هو ده نادي حسين لبيب اللي كله بيطبله وبيقول كلنا معاك اهو من اول قلم اعترف واقر واعترف يا بيه والاهل خد الاعتزار بتاع الزمالك وطلع يجري قالك احنا فيزين بلقاء القمة الاهل يعلن فوزه بلقاء قمة الدور المصري بعد اعتزار الزمالك هو كان مستنيها بس علن الاهل المصري انه تلقى اختارا من رابطة الاندية المصرية المحترفة بعد بارها وفائزا في مباراته مع الزمالك بعد انسحاب الاخير من مباراة القمة التي كانت مرتقبة اليوم يعتبر انسحاب لان الاخ لبيب هي العباء المباريات بعد مباراة القمة مش هنسحب من الدوري لأ هي العباء المباريات قال النادي الاهلي في بيان نشراه على صفحته على فيسبوك تلقى النادي خطابا قبل قليل من رابطة الاندية المحترفة يفيد بعدم اقامة مباراة القمة التي كان محدد لها الثلاثة في السبع عام السائم بملعب استادر كهر الدولي واتبار فريق الاهلي فائزا بالمباراة 2-0 يعني هم حطوا النتيجة بنفسهم وعلن النادي قراره بغياب مبدأ تكافأ الفرص حسب ما فاد بيان الزمالك وضف البيان تؤكد دارة النادي انها تعلم جيدا انها جماهير الزمالك العظيم دوما تعشق اللحظات التي يلعب فيها عشان كده هي طلعته وعملته مسحوب عشان كده انتوا قدرت جمهور النادي الزمالك لظروف قهرية تمنعها من فعل ذلك الظروف القهرية دي كانت تمنعها من فعل حاجات كتير مش اقامة مباراة بس لكن البيان اقامة مباراة اليوم البيان بيمنعها من لعب مباراة اليوم لظروف قهرية وده لان فيه بند في اللايحة بيمنع عقوبات على الزمالك ويمكن يكمل الدولي زي ما هم عايزين وبيقولك كمان اني بتتعهد الادارة ان تعود في القريب العاجل للمنافسات القراوية الشريفة انهي شريفة بعد ما زلت نادي القرن وبعد ما زلت يفضل الوطنية والكرمة انت بني ادم لعندك كرمة ولا عندك وطنية هو ده اللي المفروض ننتظره من حسين لبيب ما كناش نسقف له زي ما كنا عاديين نسقف ونقول كلنا وراك يا حسين لبيب ايوة احنا مع قراراتك ادي اللي عملوا فينا حسين لبيب على اخر لحظة والناس نايمة علشان ما حدش يرجع في قراره والربطة تنزل البيان ان زمالك منسحب والنادي الاهلي يباين ننزل البيان ان هو فايز في المباراة اثنين سفر هو ده اللي كان عايزه النادي الاهلي ان احنا نديله النقاط على الطبق من فضة ودي اتفاق مشبوه كان بيتم من الاول بس محدش كان واخد باله وربطة الاندية بتختر الزمالك بعقوبة الانسحب امام الاهلي وتطبق اللائحة اخترت رابطة الاندية المصرية المحترفة نادي الزمالك بعقوبة الانسحب امام الاهلي في مباراة القمة والتي تم الغاؤها والتي كان مقرر لها اليوم في السابع مساء تضمنت العقوبة اعتبار الزمالك منسحبا امام الاهلي وبالتالي اعتباره مهزوم اثنين سفر لصالح الاهلي مع خصم سلسة نقاط جديدة من رصيد نهاية الموسم مع توقيع غرامة مالية يحددها مجلس ادارة الرابطة ومعاقبة كل من له صلة بالانسحاب واكد احمد دياب رئيس رابطة الاندية ان مباراته بين الاهلي والزمالك تم إلغاؤها بعد ارسال نادي الزمالك خطابا رسميا يؤكد خلاله انسحابه من المباراة وبناء عليه تم اختار الاهلي والاهلي طبعا طلع بيان بكده يعني كل ده والناس نايمة بتفكرونا بحد على فكرة طيب بعد كده في ايه قالوا لك بعد ما خلاص اتهزمنا وانسحبنا واتفقوا على كل حاجة الاتفاقات المشبوهة اللي كانت من اول يوم والكل ما كانش واخد قالوا فاكر كنا فاكرين ان مجلس هاسي اللبيب بقى محترم وبقى نسبا قدمين لكن للأسف زي ما هم النفاق فيهم يعني انتوا قهرتوا جمهور الزمالك انتوا ديت الاهلي تلات نقاط على طبق من فضة ولا طبق من ذهب وخسرتونا تلات نقاط وهترجاعوا تلعبوا الدوري عادي الحاجات دي كلها ما كانت تتم وانتوا بتلعبوا يعني الاهلي هعمل اللي هو عايزه مش انت اللي عملتوا اللي انتوا عايزينه بعد كده عقدوا مجلس هتعقدوا اجتماع تعملوا ايه تاني دي خطوات جديدة هما كل شوية بيعقدوا اجتماع وبعدين يا اخوانا ما انتوا كنتوا تلجأوا للفيفا ايه اللي اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وعشرين يوم. احنا لغاية من دلوقتي مش عارفين المسابقة هتنتهي امتى? يعني انتو عندكو ميت الف حق قبل ما تبعتو اي خطاب للفيفا. غير البلاو اللي عندكو ضد الحكام وضد اللي بيعملوه. ليه مش راكتوش للفيفا? ليه رضغتو لطلبات الخطيب في الاخر? ما كده الخطيب هو عمل اللي هو عايزه. انتو ايه اللي خدتوه? ايه الاستفادة اللي انتو اخدتوه. عقدوا مجلس. بيعملوا ايه فيه من مجلس بقى ده? من المنتظر ان يلتق الزمالك مع نظيره الاهلي قلنا خلاص مفيش مفيش آآ اللقاء. مجلس ادارة نادي الزمالك سوف يعقد اجتماعا جديدا اليوم بمقر النادي. لبحث تداعيات قرار عدم خضم وجهة الاهلي. واتخذ اخطوات تصعدية جديدة للرد على تعنت رابطات الاندية والوقوف ضد حقوق النادي. ليه هو انتو كنتوا بلعين لسانكو? انتو ليه ما اثرتوش على موقفكم. هو مين اللي بقعت خطاب وقال ان احنا هننسحب انسحاب. بقى ما هواش ايه? ان احنا مش هنلعب اه كل ما تشاطق. لا انتو كاتبين في البيان كده. الرابطة اخدت البيان ده وبعتتو للاهلي الاهلي نزل ان هو فايز. كن انكم بيدحك عليكم دي مش مشكلت ما. يبقى انتم تتمشوا من على الكرس بتاعتكم مجيب ناس جديرة بنادي الزمالك. وبجمهور نادي الزمالك اللي قال لكم احنا وراكم على الحلو على المر. لجنة الناس لا تؤتمن. واوضح قال للمصدر ان النادي الزمالك سيحدد خارطة الطريق للفترة المقبلة في ظل رفض خوض باقي المباريات. وتسعيد الدولي بمذكرة رسمية مدعومة بالادلة لمخالفات لجنة المسابقات. وده مسكنات للجمهور علشان يسكت لغاية ما تكملوا المخطط اللي انتوا عايزينه. دي كلها مسكنات بيقدمها مجلس الزمالك علشان الجمهور بتاع نادي الزمالك ما يصرش. لكن خلاص انت بانت اللعبة وتكشفته على حقاتكم انكم مجلس مدلس مجلس عار مجلس ما ينفعش تقوده نادي الزمالك للحظة واحدة. لما واحد كهين زي ده ينفز له في دماغه وهو قاعد وحاطط رجل على رجل. وياخد ثلاث نقاط. وانتوا قاعدين تجروا ليكو كام? ليكو قادي ايه بتعمله في اجتماعات? وزير الشباب والربطة والدنيا كلها. ولا بتعمله اي حاجة. ولا في اي ولا استفدنا اي حاجة من المجالس وعقد المجالس اللي تتعقدوه. في الاخر والناس نيمس حين الصوب لقينا الزمالك بينسحب وان الاهلي واخدت ثلاث نقاط وانكم هتلعبوا باقي الدوري عادي مفيش اي مشاكل عندكم. لظروف قهرية علشان ما تنزلوش للدرجة تانية ولا للدرجة رابعة ولا ايا كان الدرجة ايا كان يعني. مش دي مشكلتنا. فقالولك نطلع اللايحة ونشوف فيها باندي كده بيمنع الزمالك من انه هو يهبط او يمنع الزمالك من انه هو ياخد اي عقوبات. فانزل يا ابني بالبيان ده نزل الاخ لبيب القيود بالبيان ان هي في ظروف قهرية. حدد ضربك على ايدك. حدد شربك حاجة اسفرة. وقالك تكتب البيان ده. ولا انتم كلكوا كده برابطة المعلم متفقين على الموضوع ده من الاول. وفي ناس كتير كانت بتقول كده بس احنا قلنا ايه? يمكن يمكن. خلينا نحسن الظن ولو للحظة في المجلس العار ده. لكن للاسف طلعتهم مجلس عار على نادي الزمالك. وما تقعدوش لحظة واحدة في نادي الزمالك. الله يكون في عون جمهور نادي الزمالك. والله احنا لما اسمعنا الخبر ده بغاية دلوقتي الواحد مش قادر يتمالك اعصابه. احنا مش عارفين نعمل ايه? المنظومة دي ايه? وزير الشباب والرياضة نفسه. ازاي يعني راضب كده? ايه الفساد ده? حسبنا الله ونعمل وكيل. حسبنا الله ونعمل وكيل. مش هنقول غير حسبنا الله ونعمل وكيل. فيكم يا ظلمة. يا منافقين. ونلاقي ايه? الاخ شوبير طالع يتنطط ويطبل. ده ايه ده? ده ايه للسفزاز ده? ده الواحد ما بقاش قادر يطيق. ولا صوته يسمع صوته. ولا يشوف شكله. انت طايق نفسك ازاي? استغفر الله العظيم لك الله يا زمالك.